اشتركوا في القناة لكن الفوز بهدف المهم هو الحصول على التلات نقط كمان قالوا اتكلم الكابتن معتمد مع اللعيبة قبل المباراة واكد لهم ان بداية الفريق من قبل المباراة ما كانتش الافضل في الكونفدرالية واضاف معتمد جمال وقال فريق ابو ستيم غير طريقة اللعب واعتمد على التكتل الدفاعي وده خلى المباراة في غاية الصعوبة وبناء عليه غير طريقة اللعب بين الشوتين واجرت غيرات لزيادة الفعالية الهجومية كمان كابتن معتمد جمال تابع تصراحاته وقال بعد تأخر الزمالك في التسجيل دفعت ابناصر منسي واعتمدت على ثنائي هجومي مع وجود اوباما لاعب حر وكانت النتيجة تسجيله لهدف الفوز كمان قال المباراة كانت جيدة بشكل عام رغم الفوز بهدف وحيد والمباراة الودية اللي خدها الفريق كان غرضها تجهيز اللعبين امثل تجهيز الفترة اللي فاتت وسامسون وناصر منسي يعني كان دام بشكل اكتر في المباراة اللي فاتت لكن فضل بقى عدم البدء فيهم في اول مباراة رسمية في الكونفدرالية الافريقية كمان اكد كابتن معتمد وقال ان محمود عبدالرازق شيكبالا لاعب كبير واي مباراة شارك فيها قدم اضافة كبيرة وبتكون فعالية شيكبالا اكبر لما بيتم الدفع به في التشكيل الاساسي للمطشاط واختتم كابتن معتمد جمال تصراحات وقال انه بيحاول دايما علاج الاخطاء والسلبيات اللي بيقع فيها الفريق زي التزديد على المرمى وغيرها من الاشياء الفنية اللي اكيد موجودة فريق نادي الزمالك